في الحالة لما بنتكلم على كبرى اقتصادات العالم بتيجي على الترتيب كده أمريكا، الصين، اليابان، ثم ألمانيا علشان كده فيه اهتمام كبير جدا مش بس على المستوى المحلي لأ كمان على المستوى الدولي بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن فيه علاقات، العلاقات دي قوية ما بين مصر وألمانيا ويمكن تاريخ بداية هذه العلاقات بنتكلم على سبعين سنة نحتفل بمرور سبعين سنة على تدشين العلاقات ما بين مصر وألمانيا وفيه كمان تفاهمات وتوافق حول العديد من القضايا خاصة قضية المناخ علشان كده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح فيه فعاليات حوار بيترسبورج للمناخ اللي تم عقده برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا والحوار ده بيعتبر خطوة مهمة الخطوة دي قبل نعقاد مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ في نوفمبر القادم واللي هيكون أكبر تجمع عالمي لمعالجة التغيرات المناخية علشان كده يمكن حتى كان فيه تعهد بيسانت مبارح أثناء هذا المؤتمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر هتبذل قصارى جهدها علشان تحاول توصل للواحد ونص درجة مقوية لتقليل الانبعاثات الكاربونية سيد الرئيس اتكلم كمان على أن من أولويات مؤتمر شرم الشيخ وتنفيذ التقال أو الاتفاقية اللي حصلت في قمة باريس للمناخ سيدة الرئيس الزيارة مبارح كانت في منتهى الأهمية سواء مع فرانك شتاينماير رئيس ألمانيا الاتحادية أو مع المستشار الألماني أولف شولتز بالمناسبة ده كان أول لقاء بيجمع بين سيدة الرئيس وبين المستشار الألماني في العاصمة برلين عشان كده كان فيه مباحثات على كافة المستويات خاصة لو هنتكلم على المستوى الاقتصادي والتجاري إن زي ما حضراتكم عارفين فيه تعاون كبير قوي في مجالات الاستثمار بين مصر وألمانيا ده غير إن فيه شركات مع شركات ألمانية مهمة بتشتغل في مشروعات قومية كتيرة جدا في مصر في عدة مجالات لو بنتكلم على البنية التحتية اقتصاد الأخضر القطار الكهربائي وغيرهم كتير فيه حجم استثمارات كبيرة قوي موجودة في مصر من شركات الألمانيا عايزة أقولك أنه في عشرين وواحد وعشرين حوالي حجم الاستثمار ده كان سبعة مليار دولار بس كده بس عند فكرة أن ألمانيا هي شريك رئيسي فعلا لمصر في عمليات البنى التحتية تحديدا عشان كده الواحد يعني كان عنده حالة من حالات الفخر وانت لما تشوفي شريك استراتيجي ليكي وانت بتعملي معه يعني صفقات بتبحثه وتتبادله وتتوافقه أيضا في مختلف القضايا فبيكون فيه نوع من أنواع الفخر كمان المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني كان فيه سؤال مهم كان سؤال موجه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمة الطاقة في أوروبا لأن يمكن كلنا عارفين انعكاس الحرب الأوكرانية الروسية أو الأزمة الروسية الأوكرانية على قارة أوروبا ككل هنا وتحديدا ملف إمدادات الطاقة تحديدا السيد الرئيس رد على هذا التساول بأن مصر مستعدة لتقديم كل ما لديها من تسهيلات لإصال الغاز من شر المتوسط لقارة أوروبا وده يمكن بيهكس حاجة مهمة قوي أن مصر قدرت في السنين اللي فاتت أن هي تدير ملف الغاز في المتوسط بمنتهى الحكمة بمنتهى الذكاء وكان عندها رؤية الرؤية هي تعظيم موارد الغاز الطبيعي تحديدا علشان يكون عندنا قيمة مضافة نقدر نقدمها لأوروبا لأن زي ما نعرفين بس أنت أزمة الطاقة دي هي أزمة كاشفة مش بس لنقص الإمدادات لا هي فكرة تكلفة كمان هذه الإمدادات ويمكن هذا اللي أثر وانعكس على الأسعار مش بس في أوروبا يمكن في مصر كمان أنا بيعجبني دايما أنه السيد الرئيس دايما بيشوف فرص استثمارية صحيح وبيعرف أنه هو يقتنس هذه الفرص ويعمل لنا استثمارات جديدة في مصر دخل استثمارات جديدة في مصر المصريين خلق فرص عمل جديدة حاجات كثيرة قوي يعني أنا بحب دايما أنه فيه دائرة مستديرة بتحصل بيبقى فيه انعقاد لهذه الاجتماعات مع ممثلي شركات كبرى وده فعلا اللي حصل مارح طول اليوم على فكرة يعني أنا أسف من المواطنة بس مارح طول اليوم كان الرئيس يلتقي بكبار المستثمرين في ألمانيا تحديدا عشان عرض فرص الاستثمار التي تقول عليها مصر يعني دايما هي مركز لإنتاج واعادة تصدير المنتجات للعالم أجمع فهذه من طبعا كانت المشاهد الجميلة قوي مارح برضو من المشاهد المهمة والملفتة في الزيارة لكن استقبال وحفاوة الاستقبال الكبير قوي اللي استقبل بيها أبناء الجالية المصرية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد كبير من أبناء الجالية المصرية اجتمعوا أمام مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين وهم رفعين الأعلام وشفناهم بيرددوا الهتفات والأغاني الوطنية الصور اللي بنشوفها بيظهر فيها المصريين مختلف الأعمار بقى شفنا كبار وصغار سيدات ورجال كله كله اجتمع في حب مصر كله كان موجود عشان يبين قد إيه هم مهتمين بهذه الزيارة ودي كانت من المشاهد الحلوة قوي اللي احنا شفناها وانبسطنا بيها جدا مش فكرة المشهد والناس راحت ورافعت أعلام بس لا فكرة يقولك أن المصري مش محتاج اللي هو بس يكون جوه حدود الدولة بتاعتك عشان خاطر يعني يبين عن انتماء وحبه للبلد ووطنيته المشاهد دي تحديدا كان الواحد جسمه بيأشعر كده هو بيتفرج عليه هاي ده حقيقي فعلى كل حال دي كانت مشاهد حلوة نشوفها على الصبح كمان منصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر